موسيقى زي ما انتم شايفين حضركم يدي لطات خاصة وحصرية من المغرب لتحرك بعثة فريق النادي الآلي عقب المران والعودة لفند الاقام وزي ما انتم شايفين الاجواء يمكن انطار وسلوك كمان وانطار باردة او الجو بارد جدا مع الانطار والسلوك جو هو ممكن يكون جو اوروبي وجو قاروي ولكن في نفس الوقت بيبقى فيه تخوف من الجهاز الفني على التعرض الفريق لأي نزلاته برد وزي ما انتم شايفين ممكن ده نزول الفريق وقت التحرك طبعا للتدريب طبعا الملابس الشتوية على قد ما تقدر كل واحد ممكن يتقل على قد ما يقدر جهاز الطب يمكن عمل حذر كبير جدا في مسألة التحذير للتدريبات والخروج من فند والاقامة وزي ما انتم شايفين ممكن الاجواء ممترة عايزة لك كمان يمكن التدريب النهاردة كانت فيه يعني طقوس مختلفة شوية يعني احنا مع بعض اهو شايفين الدنيا منورة شوية الدنيا نهار لكن لما تنزل التمرين زي ما انتم شايفين اهو يمكن الشمس طلع ممكن يكون مدي على ان الجو ده في شوية لكن فجأة هتلاقي بقى فيه تغيير في الاجواء مرة واحدة وهو الجو ده كجو كورة ممتع يعني بالمناسبة ده جو كورة ممتع وزي ما انتم شايفين الشمس طلع وفي برودة في الجو لكن في نفس الوقت الشمس طلع والجو ده ليس فجأة زي ما انتم شايفين مطارت والانطار بقت تلج والجو مرة واحدة قلب وبعد كده على طول يمكن الجهاز الفني فضل انه ما يستكملش التدريب عشان ما يكونش فيه اي اصابات لقدر ولا نتيجة طبع الانطار الشديدة والتدريب زي ما انتم شايفينها عن ملعب سانية رامن على فكرة الاخوة والاشقاء في المغرب محضرين نفسهم لكل الاجواء دي يعني ارضية الملعب التدريب او حطية ملعب طنجة فيها كل الامكانيات اللي هي تسمح ان الميا ما تعملش مشكلة في ارضية الملعب فده شيء جيد جدا طبعا كناحية تنظيمية من الاشقاء في المغرب للتحضير للبطولة والمغرب على فكرة جاهزة لإستضافة كاس عالم للمنتخبات مش كاس عالم الاندية بس حتى كاس اوم افريقيا اللي جاية كمان عندها منافسة قوية جدا مع الجزائر نتمنى التوفيق لكل البلدين لكن المغرب جاهزة حتى لإستضافة الكان عشرين خمسة وعشرين شايفين الامطار يعني سيول مش بكلم في امطار ده سيول مرسل كولر يمكن سويسري متعود شوية يعني على الاجواء دي لكن ان شاء الله بإذن الله بقى يوم المباراة الاجواء دي ما تكونش مؤثرة بشكل كبير شايفين كهرباء بقلقوا الاجواء بتبقى اجواء ممتعة لكن طبعا لو ارضية الملعب بتتأثر بيبقى بقى لشكل العام مش كويس لكن طبعا الاشقاء في المغرب جاهزين لكل هذه الظروف اشتركوا في القناة